هيكل اسمنتي خاو ينطق بمدى ما وصل إليه الفساد في عراق المحاصصة وتحكم الأحزاب وميليشياتها أو إن شئت الميليشيات وأحزابها مشروع مرآب متعدد طوابق وسط مدينة الناصرية في محافظة ذيقار بدأ العمل به قبل ثمان سنوات ثم توقف من دون إبداء أي أسباب بينما المواطنون في الناصرية يرون فيما يجري استمرارا لمسلسل المشاريع المتلكئة وصفقات الفساد هذه البناية شهدت قبل ثمان سنوات على عهد محافظة ذيقار يحيى الناصري تلك المشروع وبه كومشينات وملفات فساد وعليه دعا وقضائية هذا المشروع من بين مئات من المشاريع المتلكئة بمحافظة ذيقار ولأن الفساد في العراق بات يضرب بجذوره في مختلف مؤسسات الدولة فإن العراقيين يذهبون إلى هيئة النزاهة آملين أن يكون لها من اسمها نصيب فتفتح ملفات الفساد وتعيد مشروع المرآب إلى العمل من أجل خدمة أهالي ذيقار تروح الهيئة النزاهة بملفات مدفونة ما طلعونها علي تندفن قالوا يمن الاستثمار رحنا للاستثمار عمين ليش ما واقف هذا المشروع قالوا ولا متظاهرات التظاهرات توقفت صالها أكثر من السنة شو وقت تتحركون شو وقت متفهمون يعني بالاستثمار يعني استثمار خاص لكم مو خلال أشهر أنتم بنتوا وخلصتوا أما هيئة استثمار ذيقار فتعزو تعطل المشروع إلى تفشي جائحة كورونا التي لم يكمل وجودها في العراق عامين بينما المشروع متوقف منذ نحو خمس سنوات توقف بسبب حال حال المشاريع الأخرى أول مرة صارت كورونا وبداية كورونا الناس أخذت طابع الهلع والخوف وتوقف العمل من حيث العدوى والتماس بين الناس وموقع الحقيقة موقع في قلب الحبوبي ساحة تلاهرات شباب الحبوبي ومع اقتراب موعد الانتخابات يرى مراقبون أن المسؤولين في ذيقار ربما سيحاولون استئناف العمل في المرآب سعيا لتحقيق مكاسب انتخابية ما يدفع كثيرا من الأهالي للتندر داعين الله أن يجعل كل الأيام انتخابات حتى تستأنف الأعمال في مختلف أنحاء العراق